لو مليت من شكل الايكونات اللي موجود عندك على الديسك توب والشكل ده تقليدي بالنسبة ليك وحابب تعمل شكل جديد زي اللي موجود قدامكم دلوقتي ده طبعا ده بيخلي الايكونات بتاعتك شكلها جميل ولها تأثيرات في الحركة وكمان شكلها ممتع أثناء العمل وممكن تضيف كل الحاجات اللي انت بتحتاجها باستمرار في هذا الشريط وطبعا ممكن تعمل عليه اعدادات كاملة وان انت تنقله في المكان اللي انت تحبه كل ده هنتعرف عليه وازاي نضيف الشريط الجميل ده في هذا الفيديو انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بيكم من جديد النهاردة هنتكلم على اضافة هذه الايكونات بالشكل الجميل ده في نسخة الويندوز بتاعتك بس قبل ما نبدأ في الشرح طبعا ما تبخلش علينا بعمل لايك للفيديو وكمان تشيره مع كل الناس عشان كل الناس تستفيد واعمل اشتراك في القناة لو انت لسه اول مرة تزورنا يلا بينا نبدأ عشان نقدر نحمل الاداة الجميلة دي هنروح على الجوجل زي ما تعودنا وهنكتب في شريط البحث هنا نكسس داك وهسيب لكم الرابط الخاص بيها في صندوق الوصفة اسفل الفيديو نضغط على اول رابط نقابله او على طول اضغط على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف هيوديك للصفحة الجميلة اللي موجودة قدامنا دلوقتي طبعا هنلاقي هنا كلمة دا واللود هنضغط عليها ونحمل الاداة بتاعتنا في اي مكان على جهازنا ممكن مثلا نحملها على الديسك توب ونقول سيب هننتظر لحظات لحد ما الاداة تنزل وبعدين نبدأ عملية التسطيب ملف البرنامج هينزل معانا على شكل ملف مضغوط لازم طبعا نفك الضغط اولا نضغط كليك يمين ونقوله اكستراكت هير هينزل الملف هنا اهو افتحه هلاقي ملف التسطيب موجود اضغط عليه مرتين واختار لغة البرنامج طبعا للأسف لا يدعم اللغة العربية هنختار اللغة الانجليزية ونقول اوكي ونقول اي اكسبت نكست نضغط نكست مرة تانية ونكست مرة تانية ونقول انستول بعد ما بيخلص عملية التسطيب هنقول له finish فيبدأ يفتح لي البرنامج بعد ما نزل معايا البرنامج بالشكل ده اروح ضغط على قيمة نكسس عشان ابدأ اعمل عملية تخصيص في القيمة هتلاعظ طبعا عندي اول حاجة هنا اللغة ممكن تلاقيها انت على الانجليزية بعدين انت تختار من القيمة اللغة العربية بس في مشكلة ممكن بعد ما تختار القيمة باللغة العربية هتلاقي ان في بعض الكلمات باللغة العربية هنا مش متعرف عليها النظام وبيطلعها بحروف غريبة وممكن يطلع معك مظبوط مية في المية طيب لو طلعت عندك مشكلة اللغة العربية هتعمل ايه هتروح على وبعدين هتروح على كلمة اللي هي المنطقة يعني وهتختار اللي هي تاني واحدة وهنيجي عند الامر التاني اللي موجود فوق هنا وهنضغط على الزر التاني وهتختار من هنا اللغة بتاعتك اللغة العربية بعد ما تختار اللغة العربية اضغط اوكي وبعدين اقول اوكي خلاص هيتضبط معاك اللغة العربية نبدأ بقى مع بعض نعدل على هذا الشريط طبعا هنا في مجموعة من القوائم كل قائمة فيها مجموعة من الاوامر ممكن انت بقى تبدأ تشوف القائمة دي وتتفحصها طبعا هي فيها عناصر كتيرة جدا فعشان الفيديو ما يكونش طويل انا هركز لكم على الحاجات المهمة زي مثلا الثيمات الثيمات دي اللي هي الاشكال ممكن اختار منها الشكل اللي يعجبني للقوائم اللي موجودة يعني مثلا عندي هنا مجموعة كبيرة جدا من الاشكال ابدأ اختار الشكل اللي انا مرتاح له او الشكل اللي انا شايفه جميل بالنسبة لي والبرنامج فيه مجموعة حلوة جدا من الثيمات تقدر تختار ما بينها طبعا تشوف الشكل اللي يعجبك واللي انت مرتاح له وقل له تطبيق على طول هيعمل لك تطبيق لي القائمة اللي بعد كده معانا ومهمة جدا هي قائمة التأثيرات فيه مثلا زي تأثير الماوس لما الماوس يجي على القائمة او تأثير الاطلاق او تأثير الانتباه او تأثير الحزف طبعا هنا بختار التأثير اللي يعجبني من كلمة اعداد التأثيرات ابدأ اشوف ان انا اكبره اصغره اللي هو التأثير بتاعي ممكن اضغط على القائمة هنا واختار شكل التأثير اللي يعجبني هنا طبعا تكبير مثلا الشكل ده عجبني واخترته وقلت مثلا موافق فهتلاقي الشكل تغير فلما اجي عدي هيحصل ايه تعالوا نقول تطبيق كده ونشوف لما نجي نعد على الايكونة شايفين اللي بيحصل بقتش بتتحرك دلوقتي زي الاول اصبحت بيظهر عليها التأثير اللي انتو شايفينه دلوقتي انت بقى اختار التأثير اللي يعجبك مثلا انا عجبني تأثير التكبير مثلا واقول موافق واقول تطبيق عشان اشوف التأثير معي وكمان في تأثير مثلا اللي هو الحسف والانتباه اختار بقى يعني غير زي ما تحبي يعني تمام وفي عندي هنا المظهر الايكونات مثلا انت عايزها كبيرة صغيرة مثلا انا كبرتها كده وقلت تطبيق هتلاقي الايكونات كبيرة اوي ممكن طبعا اصغرها يعني كما تحب اعدادات الايكونات تمام بعد المظهر في حاجة اسمها الموضع والموضع انت عايز الشريط ده فين فوق واللي عايزه مثلا يسار وتقول له تطبيق فيجي هنا على اليسار ولا مثلا محتاجه في اليمين وتقول له تطبيق يجي هنا على اليمين خلينا مثلا نقول اسفل المكان اسفل بيبقى كويس وتقول له تطبيق فيكون فيكون موجود بالاسفل بالشكل ده فينا بقى اعدادات كتيرة جدا انت بقى اطلع عليها وشوفها لانها كلها باللغة العربية تقدر تفهمها بكل بساطة وده قدرت تجرب وتشوف تأثيرها انا قلت لك على التأثيرات الاساسية تمام نيفل ده بقى تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا مثلا نفترض ان فيه حاجة من هنا مش عايزة وعايزة احزفها مثلا الشكل ده مش عايزه ارى اضغط عليك لكي مين واقول له هنا مثلا ازالة من الحاوية واقول له نعم على طول حزفولي برضو ده مثلا مش محتاجه ازالة من الحاوية اقول له نعم فيحزفولي الحاجة اللي انت مش عايزة اضغط عليها واحزفها الموضوع بسيط جدا ايه تاني ممكن مثلا تاخد التطبيق ده وتحطه جوه هنا اسحبه وحطه جوه هتلاقي دخل على طول في القيمة معاك مثلا التطبيق التاني ده اسحبه وحطه هنا معايا في القيمة هات مثلا جوجل كوروم اسحبه وحطه هنا جميل جدا اي برنامج يعجبك زي مثلا ميكروسوفت تيمز اسحبه وحطه هنا كل البرامج اللي انت حاببها اسحبها وحطها هنا بكل بساطة سهل جدا ممكن اضغط كليكي مين هنا كمان واقول ادراق عنصر رساء جديد واختار مثلا كلمة فاصل فيعمل لي فاصل هنا لو مش عايز الفاصل ده ممكن اضغط عليه كليكي مين واقول له ازالة واقول له نعم فيزيله مرة تانية طبعا الفاصل ده ممكن تضيفه في اي مكان تمام يعني مثلا ممكن اجي هنا كده واقول ادراق عنصر فاصل واقول فاصل مثلا هيعمل لي فاصل هنا شايفين في فاصل فاضي هنا وممكن اقول له ازالة من الحاوية طبعا انت بقى جرب يعني فيها حاجات كتيرة جدا فيه عندك الموقع موجود هنا ده الموقع حفة الشاشة اليسرى اللي هو بينقلله لك على طول بشكل سريع مثلا الموقع مرة تانية الحاجات اللي كانت موجودة هتلاقوها هنا اللي كانت من موجودة في القائمة الكبيرة هتلاقوها هنا افتح بقى وظبط اللي انت عايزه فيه هنا المظهر والاصوات فيه هنا التأسيرات فيه هنا حاجات كتيرة جدا فيه هنا تمكين الاخفاء التلقائي يعني يختفي بشكل تلقائي لو انت وقفت فترة كده على طول يختفي ولو عايز تضيف اوامر زيادة ممكن تضعط كليكي من من هنا وتختار ادراج عنصر ارساء جديد وتلاقي حاجة اسمها الامر الداخلي هتلاقي بقى حاجات خاصة بالقرص مثلا زي التحكم في القرص او تفريغ السلة او الشبكة او حسوبي او سلة المهملات وممكن مثلا تشوف الوسائط الاصوات مثلا ايقاف الوسائط حاجات كده ازرار زيادة ممكن انت تستخدمها زي مثلا سطح المكتب هتلاقي مثلا اخفاء ايق Итакs سطح المكتب له انا اخترتها هتلاقي هنا زر او ممكن اخفي به ايقونات سطح المكتب بشكل كامل ولو حبيت الزيرة مرة تانية بتضعط كليك يمين من هنا وقول view وقول هنا Show disk top icon فهتظهر لي مرة تانية ممكن بقى تحط هنا كل الايقونات اللي انت بتستخدمها وكل البرامج اللي انت بتستخدمها وتعمل اخفاء الايقونات سطح المكتب من هنا ويبقى سطح المكتب عندك جميل جدا وتستخدمه بشياكة جدا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان اعمل اشتراك في القناة لو انت اول مرة زورنا وشاركو مع كل اصحابك يلا سلام